السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بألف ألف خير نود اليوم أن نبعث لكم أفضل عبارات تانية رسمية مناسبة شهر رمضان المبارك عبارات تانية رسمية مناسبة شهر رمضان المبارك مع قرب شهر رمضان ومع الاشتياق لشهر الكرم والرحمة نبحث عن العبارات التي يمكننا استقبال بها هذا الشهر الكريم وفيما يلي عبارات تانية رسمية مناسبة شهر رمضان المبارك ونقدم لكم كلمات من ذهب عن الشهر الكريم ونوضح لكم عبارات وجمل تانية يمكن رسالها للأهل والأصدقاء في رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها تابعوا معنا كيفية الاستعداد لشهر رمضان في شهر رمضان يكون هناك فرصة لتغيير الكثير من الأمور الأفضل لأن شهر رمضان ليس شهر للصوم عن الطعام والشراب فقط بل للصوم عن كل أمر سيء في هذا الشهر علينا الاستعداد بالبعد عن كل العادات السيئة التي يمكن للمسلمي القيام بها علينا استغلال شهر رمضان للمداومة علينا استغلال شهر رمضان المبارك للمداومة التي يمكن للمسلم القيام بها علينا استغلال شهر رمضان المداوم على الخير والبعد عن كل العادات الخاطئة مثل النميمة والصهر أمور مستحبة في شهر رمضان المبارك لابد من استغلال شهر الكريم والبحث عن أمور مستحبة في رمضان المبارك فعلاها والقيام بها مثل تغيير العادات خاصة العادات السيئة مثل الصهر ليلا والنوم في النهار كما علينا استغلال الصوم في تعلم الصبر لأن الصبر خصة مهمة كما أن الصيام يعلمنا البعد عن الشهوات في رمضان يمكننا تعلم التخلي عن السب والشتم وسوء الخلق والأذى تهنئات رمضان كل عام وأنتم بخير مبارك عليكم الشهر رمضان كريم أعاده الله عليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمصارات هل إهلالك يا رمضان ونور بيتنا وبيتكم عساكم من عوادة الله يزيد هالوجه المنور نور ويعطيه من حل الحور ويبلغه رمضان وهو مصرور عسى رمضانك مبارك وكل لحظاتك تبارك وجنة الخلد داري ودارك والنبي جاري وجارك أبعد سلامي مع الطيري اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه وبلغه شهر رمضان يا كريم أمانيا تسبق تهانية وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك الشهر علينا وعليك قبل الشوربي والسنبوسك لك ألف بوسة وكل رمضان وأنتو بخير قبل الحوسي في قلبي حطيتك وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبقرب دخول رمضان وبقرب دخول رمضان هنيتك الله يزيد هالوجه المنور نور ويعطيه من حل الحور ويبلغه رمضان وهو مصرور قبل تنشغل جميع الخطوط والشبكة تصبح خطبوط طوط طوط كل رمضان وانت مبسوط بدعي في رمضان الله يحرمك أربعة الله يحرمك أربعة أشياء ديقتك دمعتك همك واللي ما يعرفش قيمتك ندعو الله بأن تكونوا بأحسن حال يسعدك ربي يسعدك ربي يا ست الكل وكل رمضان بالفرحة يطل وتاني لك قبل الكل أهديكم أجمل شعور أمانينا تصبك تهانينا وفرحة تصبك ليالينا ومبارك عليك وعلينا اللهم بلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن أهديكم أجمل شعور وأحلى بخور بحلول شهر رمضان مبارك أبعد سلامي مع الطير وأصبك الكل والغير وأقول لك كل رمضان وانت بخير في رمضان بلدة الإصحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار بلغك الله العشرة ورفع عنا وعنك الشر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك طول الدائر رمضانك مبارك بلغنا الله وإيكم شهر رمضان بنفحات الإيمان وآيات القرآن وبذكر الرحمن وبالصلاة والسلام علي خير الأنام نهنيكم بكرب شهر رمضان شهر رمضان المبارك من بستان الحب وريحانه أهديك الورد بلواني وهنيك برمضان قبل أواني إن سبقتني فأنت الكريم ابن الكرام وإن سبقتك فمنك تعلمت الإحترام نحن لا نرسل لمن نعيش معهم بل نرسل لمن يصعب علينا العيش بدونهم فاسأل الله الذي أهل الهلال وأرسل جبال أن يبلغك ما تتمناه وأنت في أحسن حال وأن يبارك لك في شعبان ويبلغك رمضان ملأ الله قلبك عزما وجعل لك في الفردوس اسما ومن كل خير قسما بارك الله لنا في رجب وشعبان بلغنا صيام ورمضان وبارك الله لك في عمرك وصحتك ومالك ووقتك وأسعدك الله مدى الحياة اللهم أمين دعوة من قلب محب تغيبنا الأيام وتلهينا الظروف ولكن تظل قلوبنا شغوفة بحبكم من حروف القرآن وكعبة الإسلام أهنيك بقدوم رمضان يا عز الإنسان يا حمام الحرم زوريهم وعطر الكعبة عطريهم بقدوم رمضان هنيهم شهر رمضان هو التحدي الأكبر بحق لامتحان الإرادة البشرية في الصيام والقيام وعمل الخير تنقية للنفس من أخطائها الكثيرة بقلم شاعر وفرشة فنان أسبق الأنس والطير والجان أسبق الإنس والطير والجان وأبارك لكم قرب شهر رمضان تهنئة ممزوجة بآيات القرآن تحفظكم من كل شيطان وتبارك لكم قدوم رمضان أسأل الله الذي أهل الهلال وأرسل جبال أن يبلغك رمضان وأنت في حسن حال وكل عام وأنتم بخير الله يجملني مع كاسب الطيب والله يقدرني لكاسب الجمائل الشمس العلا تشركه ولا يمكن تغيب والود ما ينزاح والشك زايل ما يعلم بقدرك سوى عالم من الغيب يوم أن مثلك نادرين وقليل أبعث تهنية قرب رمضان لأهل المواجيب وأخص منهم يستحق الرسائل غسل الله قلبك بماء اليقين وأسلج صدرك بسكينة المؤمنين وبلغك شهر الصائمين كل عام وأنتم بخير يا أهل الخير مع ختام موضوع عبرات تانية رسمية من نسبة شهر رمضان المبارك نتمنى أن يكون الموضوع قدم لكم بعبرات مؤثرة ومعلمات قيمة حيث ناقشنا كيفية الاستعداد لشهر رمضان والعادات الجيدة التي يمكن أن نكتسبها في هذا الشهر يسعدنا أن تكونوا قرأتم المقال للنهاية وحصلتم على معلومات وعبارات أثرت فيكم ويمكنها أن تدوم في بالكم طويلا الله يعطيكم العافي شاركونا في هذا الفيديو مشاركة ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وضع لايك وتفعيل الجرس برك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير أحبابي وأصحابي عادوا الله علينا باليمني والبركات وقد تحررت فلسطين من ظلم الاحتلال وعاد لنا الأسرة اللهم يا رب العالمين لا تجعل فينا أحدا في فلسطين وغير فلسطين إلا وقد جئته إلى فلسطين وصلى فيها اللهم لا تحرمنا صلاة فيه اللهم لا تحرمنا صلاة فيه اللهم بلغنا رمضان لا فقدين ولا مفقدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته